بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي إن شاء الله رح نتكلم في هذا الدرس عن عجاز ألف لام ميم في سورة البقرة يقول تعالى أول آية من سورة البقرة ألف لام ميم سورة البقرة آية واحد وهذا الحروف الثلاثة الألف واللام والميم لها عجاز مذهل في سورة البقرة يتعلق بالرقم سبعة وهو الرقم المعجز في القرآن حيث تبين أن عدد حروف سورة البقرة هو 25613 حرفا وهذا العدد من مضاعفات الرقم سبعة فهو يساوي لو ضربنا طيب 3659 ضرب سبعة يساوي 25613 والملاحظ أن أكثر حرف تكرر في سورة البقرة هو حرف الألف وتكرر 4214 ولاحظ معي حرف الألف أول حرف من الآية ألف لام ميم حرف الألف تكرر 4214 مرة يليه حرف اللام الذي بعد الألف كما قلنا في الآية ألف لام ميم الحرف الثاني اللام الذي تكرر 3198 مرة ثم يليه حرف الميم وهو الحرف الثالث وهو عدد حروفه في هذه الآية تكراره 2192 مرة والعجيب أن مجموع حروف الألف واللام والميم هو لو ضربنا مثلا أربعة ضرب سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة ضرب سبعة أربع سبعات يساوي 2192 زائد 3198 زائد 4214 أي أن سورة البقرة بدأت بالحروف ألف لام ميم في الآية وجاء حرف الألف ليكون الأكثر تكرارا ثم اللام الحرف الثاني ثم الميم الحرف الثالث على حسب الترتيب الحرف الأول أكثر والحرف الثاني تليه بأقل الحروف والحرف الثالث تليه في أقل الحروف والمجموع هذه الحروف هو أنه من مضاعفات الرقم سبعة أربع مرات والناتج هو أربعة ولا نملك إلا نقول صراحة سبحان الله والله أعلم